تيار الكهرباء المهدور في العراق والمتلاشي كثيرا بعد 2003 من حسابات مواكبة تقدم العالم في تطوير البنى التحتية فأموال الصرف على تفعيل الكهرباء بشكل دائم في بيوت العراقيين هدرت تماما ميقاته بفعل تيارات سياسية مضادة يقف خلفها نزاع ونفوذ سياسي مستمر صفعة جديدة تساهم في قطع آمل تيارة كهربائية تصل لبيوت العراقيين كشفتها تفاصيل تقرير ديوان الرقابة المالية إذ كشف عن هدري 937 مليون دولار ما بين 2017 و2022 على طاقة غير مستلمة تقرير ديوان الرقابة المالية رفع الستار عن خفايا هدر في الأموال وفق منهجية غير منصفة لمشاريع الطاقة الكهربائية والتي يعاني العراق منها الأمرين إذ منحت وزارة الكهرباء كفلات سيادية لعقود استثمارية بمبالغ مالية طائلة تفوق كلف إنشاء المحطات الاستثمارية والتي بلغت ما يعادل 33 مليار وخمسة مائة وثمانية ملايين دولار مبالغ كان على وزارة الكهرباء ودائرة العقود والاستثمارات دراستها وتعديل حسابتها بما يتوافق مع مصلحة الوزارة بحسب التقرير ويحذر خبراء الطاقة من أن حل تلك المشكلات المالية ضرورة قصوى نظرا لواقع العراق الذي خسر بحسب تقرير رسمية سابقة نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء يقول مراقبون إن العراق بصرفه تلك المبالغ الهائلة لإنتاج الطاقة كان من الممكن أن يولد ضافي حاجته من الكهرباء وهو ما يرى النشطون أنها لعنة الفساد المتجذرة في أساس ملف الكهرباء في البلاد ترجمة نانسي قنقر